في الثلاث عشر سنة اللي يذكر كان فيها أسهم للأسهم وأنهار سوق الأسهم السعودي فكنت من ضمن الناس اللي حاطين جميع مدخراتهم وأنا وزوجي فجأة كان عندت مبالغ كبيرة اللي بقالي أنا بالنسبة لي ثلاثة بالمئة يعني لو كان عندي مئة ألف يبقى لي ثلاثة ألاف وإحسبي كل مدخراتنا كانت موجودة لكن وضعنا أحسن من وضع غيرنا في ناس باعوا بيوتهم دخلوا في الأسهم في ناس يتم الله يكفيش جلطات دخلوا المستشفى ناس توفوا يا ربي لك الحمد والشكر الشاهد من الموضوع هذا أني أنتقلت من وضع اقتصادي كان مريح بالنسبة لي موتراء لكن كنا مرتاحين الله ما لك الحمد والشكر إلى وضع صرت أحسب فيه لخمسة ريال ولعشرة ريال ولمئة ريال يعني وضع يعني غادرت من زمان يعني كنت أنا ما عندنا في مرحلة التأسيس كنا في المرحلة المريحة يا ربي لك الحمد والشكر المهم توالت الأيام وكانت صعبة صعبة علي صعبة على أفراد أسرتي على أولادي في يوم ما أذكر قمت من النوم فتحت الجوال لقيت في رسالة جايتني من واحدة من خواتي كان فيها قصة رجل بقوله لكم رحين هو رجل سعودي توفت زوجته ما عنده بيت عليه الديون يقول سمعت أن فيه واحد من المقربين عند رجل المسجد هذا كان يقام فيه محاضرة بيحضرها رجل مدير أعمال أو شيء رجل لتاجر من أكبر تجار المملكة يقول لك لد خلني أروح وحضر وأكلمه ويمكن الله يهديه إذا سمع قصة جدا يرفعها للتاجر وإن شاء الله تنحل الأمور يا الدين يا البيت يعني أشوف المهم راح الرجل وحضر المحاضرة يوم خلصت المحاضرة جلس عند الشخص هذا اللي مدير أعمال التاجر سولف عليه وسلم عليه وقال لها عن قصته يعني يقول قال أبشر يقول يوم قال أبشر بغي تطير من مكاني من فرح يعني إن شاء الله لحلت كل الأمور قال بأقول لك شيء قالها الرسول صلى الله عليه وسلم الخمسة من أصحابه كل واحد الحاله وهو كنز من كنوز الجنة بل إن هذا من كنوز اللي تحت عرش الرحمان سبحانه طيب يقول قل لا حوله ولا قوةه يا بالله يقول يعني هو تكلم بصدق النفس يقول يوم طاق صدري يعني أنا جاي أطلب يعاني ودعم ماري وده وهذا يقول لي يقول طلعت لا مهم حداني يلا قلت تحلق خلني أستفيد ألزم وصات الرسول صلى الله عليه وسلم وقعد أكرر لا حوله ولا قوةه إلا بالله هذا كلامه أنا قاعد أسمع الكلام هذا من رسالة صوتية جايتني من وحدة من خلاتي يقول والله ما مرت ستة شهور إلا وقضي ديني وتزوجتك وسكنت في بيت أملك هذا يملك دفع قيمتك كاملة أو إنها بالأقصاد ما أدري أنا يوم سمعت القصة قلت يا مجدة ألزمي لحول ولا قوت الله بالله وألزمها والله الذي لا إله إلا هو شف من متى ذاك الوقت ومن ذاك الوقت إلى الآن يا ربي لك الحمد والشكر ما في ضح سابي مو شرط فيه مئات الآلاف لكن ما رجعت لحالة الحاجة الأولى إنه ممكن إني أتسلف عشان أمشي الشهر مصروفاتنا العادية ما رجعت لهذه المرحلة لا رجعت اللهم لك الحمد والشكر أموري مرتبة وبعد كده خلصت الحمد لله صارت الأمور تزين لكن حتى أن يقول يا اللهم أقول يا بذي الشهر هذا غريبة طب ليس سنة غريبة ومو غريبة أربطه بلا حول ولا قوت إلا بلا أربطه بلا حول ولا قوت إلا بلا عليكم لا حول ولا قوت إلا بالله لأنها فيها براءة للعبد من حوله وقوته ولجوء لحول الله وقوته وفيها يقال يعني من شرحها أن التحول الحال من حال إلى حال شيء عظيم هيون يوم تقول لكم امسكوا لها حول قوت إلا بالله تراها على علم على علم شيء عايشته وفي ناس كثير وناس كثير عاشوه بيقين ثقة أن الله بيحولنا من حال إلى حال وإن لا حول ولا قوة ولا جلد ولا قدرة إلا بحول الله وقوته عشرات المرات مئات المرات آلاف المرات كررواها 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 بنية الله يجعلنا وياكم ونكوضيق ونكوضيق من يحصل له يجاب له كنس من كنوزة الجنة من تحت عرش الرحمن ولا ياخذه لو قالوا الواحد كنس خمسمائة ريال ولا ألف ولا خمسين ألف في المكان الفلاني يجهد نفسك يقل هذه العبارات وبتحصل عليها راح ياخذها فالزموا لها حول ويقتلها بالله من مجربة مجربة أنا جربتها ولا يجرب كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لكن أنا أقصد أني عشتها فيا ربي لك الحمد والشكر يا ربي أجعل حياتكم كلها سعيدة في سعاة ورزق ترجمة نانسي قنقر